نقي وجميل وجلب الإطراءات أنتونسو الفلنكر الرائع من إصدارات بور اوم من دارة دوتشي اند كابانا عندي عينة من عطر واحد فس خمسة ميلي لتر قمت بتجربة هذا العطر منذ الأمس رح نعطيكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا العطر مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناة مجيد فراقرانس لمراجعة وتقييم العطورة عطرنا نهار اليوم عطر أنتونسو واحد من أجمل الفلنكرات الرائعة في الخط العطر اللي بور اوم من دارة دوتشي اند كابانا هنا هذا العطر أول مرة صدر في سنة 1994 من دارة دوتشي اند كابانا كان يسمى بور اوم كان عطر أروماتيك فوجير موجه للرجال العطر في تلك الحقبة كان يليق لجميع الفصول بعد ذلك في سنة 2012 أعيدت سياغة هذا العطر ليبقى اسمه بور اوم وأيضا العطر يليق لجميع الفصول ولكن يليق أكتر لفصل الربيع والصيف والخارفة في سنة 2014 تغير اسم العطر أصبح أنتونسو يعني دوتشي اند كابانا بور اوم أنتونسو وأصبح العطر خشبي أروماتيك العطر أصبح يليق أكتر لأجواء الربيع والخارف والشتاء هذا العطر الجميل أنا قمت برش العطر في ورقة تست ولكن في عادة نحب نشم العطر أكتر على الجلد واو العطر يعني لما ترشه رح تشم توليفة يعني أكتر من رائعة يحتوي في نوطاتها العليا اللي فيها الافتتاح يحتوي على رائحة الماء الخزامة فيه أيضا الريحان فيه زهر القطيفة إبرة الراعي قلب العطر يحتوي على التبغ التباكو فيه رائحة التبن الميرامية فيه أيضا أكورد يسمى بالموبل فيه ميخالة قاعدة العطر تحتوي على خشب الصندل وأشجار السرو المسك العنبر واللبنان أمه عطر أنتونسو لما تشموا في الوهلة الأولى مباشرة أنها تشم توابل منعشة وتشم أيضا أعشاب ممكن تأتي من نوطة أشجار السرو مع التبن الخزامة الموجودة في العطر معطية طابع ناعم ولكن ليس ذاك الناعم القوي جدا نعمة التي هنا نعمة جميلة ولكن لا أنصح به كثير هات العطر في فصل الصيف بتحديد في الأماكن المغلقة لأنه راح تبزغ أكثر رائحة الخزامة ولكن على العموم أنا اجتميت رائحة حمديات يعني العطارين لم يذكروا بأنه موجود في حمديات في العطر ولكن واضحة رائحة الحمديات في الافتتاح لما رشيتنا العطر هذا على ورق التست بعد مرور تقريبا عشر دقائق تختفي رائحة الحمديات ويضغى جانب يعني عشبي حلو أيضا فيه نطة حلوة في هذا العطر الشيء الجميل أنه نشوف أنه توليف حلوة جدا والرائحة تشبه كأنه نوع من رائحة صابون نقي يعني رائحة تضفي نوع من النظافة العطر هذا ننصح بهنا للناس اللي يعني تختم فيه المكاتب يعني يقدر يكون أنه توقيع شخصي عطر مريح عطر جلب الإدراءات خذوها مني هذا العطر جلب الإدراءات مع مرور الوقت يصبح هذا العطر أكتر خشابي أكتر حلو فيه نوطة من التبغى المخفية في الخلف العطر ويستقر أيضا على نوطات عشبية واضحة الفئة العمرية اللي نشوف أنها يمكنها تستعمل هذا العطر نظن أنه الناس اللي تكون فوقها يعني 26 سنة 27 سنة فما فوق راح يكون أجمل عليهم هذا العطر ويصلح أنه يكون يعني توقيع شخصي يكون كتوقيع شخصي مفروغ بأنه العطر هذا أيضا نشوف أنه رجالي بحث يعني لا أظن أنه يليقى للنساء عطر رجالي في منتهى الروح بالنسبة لسعر العطر نشوف أنه يتراوح من 55 إلى غاية 60 دولار يعني نشوف أنه هذا السعر في متناول الجميع الناس اللي تحوس يكون عندها عطر واحد يصلح كتوقيع شخصي ويستعمل في جميع المناسبات ننصحكم بعطر أنتونسو من دار دوتشي أند كابانا لما رشيت العطر على ورق التست وعلى الجلد يعني على الجلد أعطاني ثابات يلحق إلى غاية 6-7 ساعات يعني كان مازال موجود ولكن انتشار العطر يعني متوسط يعني راح يكون ينتشر فيه ساعتين أو 3 ساعات الأولى ثم يصبح قريب من الجسم ممكن يكون فواه أكثر لو يكون فيه مكان فيه مكيف أو مكان يعني صغير ومغلق راح يشمك الناس اللي تكون من حولك إذن كتقيب نهائي للعطر نعطي للعطر هذا 3.5 من 5 أو بالأحرى 4 من 5 يمكن يخذ 4 من 5 ليش أعطيته هذا الرقم لأنه الرائحة مقبولة من جميع الناس وأيضا الرائحة يعني رائحة ليست مكررة كثير راح تعطيك رائحة ناقية متعدد الاستعمالات عطر جالب الإطراءات فيه بعد التفرد يعني لما يجف العطر عطر حقيقة نشوف أنه يعني عطر محترم يستحق أنه يكون فيه مجموعتكم العطرية إذن مشاهدين الكرام أعلم أنه فيه كثير منكم لجرب هذا العطر من قبل من فضلكم خلونا في التعليقات كيف كانت تجربتكم معه عطر أنتونسو برؤوم من داردوتي أند كابانا أنا عندي هنا عينة 1.5 مليلتر لون سائل أزرق نوعا ما عطر يعني لما ترش مباشرة راح تعجب بهذا العطر يبدأ في العطر بنوطات عشبية أيضا نوطات حلوة بعد ذلك يصبح العطر أكثر خشبي مائي عنبري في قاعدة العطر شكرا لكم ونلتقي في فيدو آخر سلام